بمناسبة اليوم المتخصص للطاقة ضمن فعليات كوب 27 صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوءة على الجهود المصرية للتحول لطاقة نظيفة أشار المركز كذلك إلى نجاح مصر في أن تصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ عام 2010 نتيجة لرفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر استفادت بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة التي طلقتها خلال الفترة من 2010 إلى 2020 مما شجع مصر على تمثيلها لقارة إفريقيا خلال مؤتمر المناخ